البداية مع رئيس سيسي وبوتن حيثو تلقى السيد الرئيس النهاردة اتصالا هاتفيا من الرئيس فلاديمير بوتن الرئاسة تحدثت عن تفاصيل هذا الاتصال تكلم على العلاقات الثنائية بين البلدين استعراض الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية وايضا العلاقات وتنصيق المواقف فيما يتعلق بالقضايا الاقليمية في بيننا قضايا اقليمية كثيرة منها طبعا في مقدمتها ليبيا في مقدمتها سوريا في قضايا كثيرة جدا مصر مهتمة بها روسيا لها باع فيها في هذا الاطار ويعني تم الاتفاق على تكثيف الاتصالات بين الجانبين ايضا الكراملين قال فيه بيانه انه قضايا الاقليم وقضايا الساعة الخاصة بالتعاون الروسي المصري كانت فيه مقدمة هذا الاتصال وعلاقة مهمة جدا بين مصر وروسيا على كافة المجالات